الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد شهر رمضان شهر الخير واليمن والبركة أتى وطبيعي نحن يعني تعلمنا أن تفرد الطاولات وتتنوع أنواع الأطعمة واللحوم على الموائد في رمضان في الإفطار لا بد لنا طالما أن الأمر كذلك أن نتكلم قليلا عن الأطعمات المحرمة في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان عن الأطعمة المحرمة وعن اللحوم المحرمة التي حرم الله تعالى قال تعالى في كتابه العزيز إنما حرم عليكم الميتة والدمة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وذكر في موطن آخر والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ذكر أنواع وهذه الأنواع بمجملها هي لحوم محرمة لكن نوعا آخر لم يذكره بهذه الآية من اللحوم المحرمة وهو أخطر عند تناوله من أكل تلك اللحوم كلها أخطر من أن تأكل لحم خنزير وأخطر من أن تأكل لحم ميتة أو دم أو أي نوع من أنواع اللحوم التي ذبحت لغير الله تعالى لماذا؟ لأن هذا النوع من اللحوم عندما يتناوله المرء المسلم يؤثر عليه ويؤثر على بيته على أسرته على أهله وأقربائه على جرانه وأحبابه على المجتمع كله أما لحم الخنزير أو أي نوع من تلك اللحوم عندما يتناوله المرء تؤثر عليه مباشرة هو تؤثر عليه هو فالضرر يكون عليه ضررا جسديا ومعصية لله تعالى أما ذاك النوع فهو خطير إذن خطورته من تأثيره الأول تأثيره عليك أما الثاني تأثيره على مجتمع كامل على بيتك على زوجك على أولادك على كل المجتمع وبالتالي إذن من حيث الأثر طالما أن الفرق واسع وبالتالي يكون التحريم أشد وهذا الأمر عظيما وخاصة نحن نعلم أن الضرر الذي يلحق بك أنت مسؤول عنه أما عندما يكون يتعدى إلى الآخرين فيستوجب المسامحة ويستوجب رد الحق إلى غيرك طالما أنك أكلت من حقه وظلمته إذن عندما تتناول هذا النوع من اللحوم تضر الآخرين وضررا شديدا وكبيرا وكذلك هذا النوع من اللحوم تناوله في رمضان يفطر حتى بعد الإفطار نوع هذا النوع إذن يعد من المفطرات لذلك وجب التنويه لأنه ضرراه كبير ثم لأنه يفطر في رمضان هل علمتم يا أحبتي ما هو النوع من الأطعمة التي هي أشد خطرا من لحم الحنزير إنه لحم أخيك ميتا قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إذن وجب علينا أن ننزه موائدنا خاصة في رمضان من أن يوضع هذا النوع من اللحوم فيفسد الصيام ويدمر الحسنات بل ويحرقها وحيثنا بديل ما هو البديل قال صلى الله عليه وسلم القرآن مأدبة الله القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبة علينا أن نلتج إلى مكان آخر وكون رمضان هو شهر القرآن وشهر الخيرات علينا أن نتوجه إلى بأدبة القرآن وبهذه المناسبة إن شاء الله سنقف مرات ومرات مع آيات كتاب الله مع سور كتاب الله بوقفات جميلة ثربوية مفيدة نستفيد منها تنير لنا الطريق ونبتعد عن موائد الشيطان إلى موائد الرحمن إلى موائد القرآن وإن شاء الله في كل يوم نسمع جديدا وموقفا جديدا ونورا جديدا من أنوار آيات كتاب الله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته